كي احنا قلنا الاختسام من الجدابة الصحيحة عشان نسهل على نفسنا الأمور لأن في بعض الأوقات جهة وده أشوف بقى العلم بيقول ايه؟ تصحيح المفاهيم ووضع الأمور في نصابها فجي وقت من الأوقات دخلنا في السنن في الواجبات في الأركان في كل شيء وعملناها كلها واجبات أو أركان لازم انت تعملها لا الفقه بدرستوش كده زيك في أصول فقه خدنا الفرق بين الواجب والمندوب والمباح وهكاس والبقه وهو الحرام إنما هنا بنقول الغسل عنده حاكتين ويبقى الغسل الصحيح النية نية رفع الجنابة وممكن تاني رفع الجنابة مع استباحة الصلاة مع تعمم جسدك بالماء هذه الغسل صحيح بي في الماء كده نيجي بقى يقول لك من السنة شو بقى من دخلاش في الركنية أو انده لازم تعمل واجب مثلا لا من السنة أنت توضأ قبل الاختسال إلا قدميك باش من السنة أن تغسل رأسك الأول وبعد كده تقسم نفسك نصين شق الأيمن معين شق الأيمن كل ده سنة ومستحبات عملتها أخصت أجر لم تعملها غسلقة صحيح المهم العلم اللي عاوزين نرجعه تاني إن احنا ما نعنتش عن الناس وناخد السلة كلها سنة ومباحات ومستحبات مع واجباته نجعلها رقنة على الإنسان واشعرت لا لازم نوضح لهم بالطريقة دي بحيث إنه لو اكتفى بالنية فقط مع تعميم الجسد بالماء فهنا غسله صحيح وبعد ذلك يصلي السؤال